نحن نسم كمين حاجات غريبة تعالوا نروح لخبر غريب تقني وهو عن علاقة الإنسان بالحيوانات المفترسة مبارح كنا بنكلمكو على تشاد اللي مصاحب أسد في أستراليا النهاردة عائلة تانية بقى في اليابان بتعيش مع تمساح حاجات غريبة يعني تقريبا فيه نسبة عندها هوية مش الحيوانات الأليفة لا الحيوانات المفترسة وبيعيشوا مع تمساح في بيت واحد من 34 سنة وده في مدينة كوري بهروشيما تمساح ده اشتراه المواطن أو العيلة اليابانية اسمه نوبو ميتسو وجابه من محل اللي بيع الحيوانات الأليفة عشان ابنه الصغير يربيه التمساح اتحول مع الوقت لواحد من العيلة يعني قعد معهم 34 سنة عاش معاهم نوبو ميتسو بيقول إنه لطيف وإنه عمره ما بيأزي حد أبدا لإنه تم ترويده لدرجة إن الأطفال بيلعبوا معاه إزاي؟ ما عرفش وبيركبوا عليه وعلى ظهره بينضفوا سنانه وإن التمساح اللي طبعا زوجته بالمناسبة يعني كل يوم زوجته بتقوم بتنظيف سنانه بيتغير على جوزها لأنه بيعود وقت طويل جدا مع التمساح بيتغير من إيه؟ برضو ما عرفش بالمناسبة هو بيتمشى بقى طبعا بيمشيه زي ما انتم شايفين كده في الشارع بيخسله سنانه في بحيرة كبيرة طبعا قدام البيت بيوديه ويتحرك فيها ليه بانيو مخصوص بينام فيه سبحان الله يعني غير كمان إنه يعني إيه بيحب الناس كده ويتمشى ويمارس الرياضة ويغير جو ولكنه قال إنه بالمناسبة ما بيخرجش للعلن إلا ما بعد ما نوب ميتسو اللي هو صاحب التمساح ده وقع على ذا كبير جدا من الوسائق وخد تصريح من السلطات عشان يبقى مسؤول عن أي مشكلة هيعملها التمساح كيمن وأكد إن التمساح عض ابنه مرة واحدة لما كان صغير ومن بعدها ما عملش كده تاني لإنه قرر إن يديله فرصة تانية ودلوقتي بقى بيسك في التمساح للدرجة كبيرة إنه يسيب الأطفال حواليه آه مش عارف إزاي؟ ما عرفش حاجة غريبة خد لا أو بينضف السنين دلوقتي وضع مهم يعني الحقيقة